يا أيها الذين آمنوا كعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحوا يا صباح الخير أو مثلا النور بأي وقت انتو عم تتابعوني فيه كيفكن يا أحلى ناس طمعوني عنكم إن شاء الله تكونوا بخير ودي رحب كل صبية جديدة نضمت لقناتي أهلا وسهلا فيكم نورتوا من كل البلدان بتشكركم كتير كتير عكمية الحب بالتعليقات يخليه يقلبكم يا رب والله يسعدكم قبل ما نبدأ بالفيديو خلينا نصلي على سيدنا محمد وعلى ألي وصحبه وسلم مثل ما يكن شايفين اليوم هيك فقت على رواء البتي ساوي القهوة وهيك اشرب على رواء وأنا بعتذر لأني تأخرت على فكرة هذا الفيديو لازم كان ينزل من يومين بس شو صار معي زوجي عطل هات الأسبوع كان عنده شغل وفجأة أنه ما التغى شغله وهيك فتخيلوا أعدة رجال أسبوع بالبيت تخيلوا موقفي عفكرة هو فيها إيجابيات كتير وفيها سلبيات لبحث الإيجابيات أنه مثلا فيني أطلع على المشاوير اللي بديها بسهولة بيأخذني مثلا بيجيبني قصة من فيء منتصبح بيوش بعض بنشرب القهوة مع بعض بس الشي السلبي بحسه أني أنا ما بقدر أعمل شي يعني ما بقدر أعمل الشغلات اللي أنا بالعادة بعملها بحس بأجل شغلات هيك يعني يرفته مو أنه مثل هيك بخطط لروتيناتي المعتادة حتى ما فيني أفتح كاميرا وصور بصور بس يعني بحس أني بلتهي معه كتير فلهيك فبعدت زرعة التأخير عن جد ومعليش ما تبهدلوني المهم هوني اليوم إجتني الصبح من فقت دقوا الباب وصلني هذا الحوض الزريع اللي كنتم وصي عليها لأني كنت بدي أجيبه من المحلات وما لقيت بدي أجيب شي هيك أبيض فما لقيت شي أبيض مناسب بالمحلات فطلعت على الإنترنت طلعت على العمزور لقيت هذا كتير حلو كتير حسيته هيك سمبل وبجنن أعجبني أنا بدي شي أبيض مشان أنه هيك مع طاولة التلفزيون بيطلعوا طقم حلوين هيك وطبعا يعني أختاروا الشغلات الويضة أكتر شي شي الغرف هيك تضل يعني متطبقة مع بعض عرفته فكتير أنا حبيته عن جد بجنن أنا نجبته عالي هيك مشان أتعلى اللي زريعة لفوق شفته كان ذيك محطوطة بالأرض محلوة يعني فهي هي النتيجة هنا عملكون شوفوا النتيجة المهم كتير عجبتني أنا وإن شاء الله أنتكم مانيكا رح يعجبكم كتير حسيته حلو وهيك نعم وأكابري وهنا يا حبيباتي أنتوا وجيت على المطبخ اليوم بدي أعمل أكلة زيت فأنا دايما وقت دي أعمل أكلة زيت بيعملها وبحطها بالبراد وبحسها يعني من أحلى من أحلى الطبخات ليش بتساوها بتطبخوها وبتجلو كل شي بتنطفو المطبخ وبتحطوه بالبراد يعني هاي الأكلات الزيت تتاكل بردة فحتى وقت العشان عن جد ما بلبكو بس بتطلعوه من هالبراد وخالص يعني شغلة بحس أنا دايما يعني بعملها الصباح كرمان إنه خلاص يعني هي أول شي لأنه قلت لكم بتتاكل بردة بدي أعمل فاصولية بزيت بتتاكل بردة وتاني شي خلاص إنه ترتاحوا من السطر المساء إنه تطبخوا وهيك والله هون رح لكم شو حطيت هون حطيت هون حطيت توم وكزبرة الليتهم مع بعض مع زيت زيتون وبعد حطيت الفاصولية مقطعتها وغاسلتها وكل شي بخليهم هيك مع بعض حتى يستوه وتصير الفاصول هيك لونه أصفر وبعدين بحط البندورة هلا أنا هون بصوركم لقطات لقطات بعدين ببرجيكم كملت الطبخة هون هيك كت عم نضيف شباك تنضيف هيك عميق ونضفته وبعدين صرت لمعه ونضفه على السوا لأنه بدي ركب بردةية هون زوجي قال لي بديك تنضف الشباك وبيعرفني دايما قبل ما ركب أي شي مثلا ومديحط شي جديد يركب شغلة فبيعرفني بأنه بنضيف الأول بعدين بركب الشغلة تلاقي بدي أمسح الشباك ونضفه بعدين أنه ركبه فولا استناني وهيك لنضفته وزبطته لأنه وقلت لكم جيتني بردةية وبيدي ركبه مرة ركبت من زمان بردةية وخربت ومو منيحة كل فترة توقع عن جد فوصيت على شبيهة بس شاء الله طلع أنه منيحة وظريفة هون هاي الفاصولة يشوفوا صار لونة أصفر هون حطيت بندورة أطفرمتها أشرت البندورة وحطيتها فوقها وهون البندورة عندي كانت هيكي حسيتها ملا طعمي فحطيت من هاي البندورة اللي بتجي معلبة حسيتها بتاعتي طعمي هاي أكتر وحطت لها ملح وبهار وهي هي يعني الطبخة عنجات جاهزة وجهزت وبسرعة وكتيرة لذيذة وهون جليت تجلي ونضفت المطبخ تماما ما ضل فيه أي شي ما في غير الطنجرة وحتى الطنجرة شوفوا جليتها وفضيتها فضيت الفاصولية بالصحن كرمال حطها بالبراد وقالت بس براد مناكلها شوفوا عن جد بتشهي بناتها عن جد طيبة كتير كتير جربوها وما رح تندمو هلا هون بهذا الوقت كان زوجي عم يركبلي البرداية وقلت لها فرجيكم ياها كيف أنه طلعت هيك بالأخير وهيك صور لكم كامل المطبخ كيف طلعت أنه على المطبخ أنا جبت لونه أبيض الأول واحد جبت من الزمان جبت لونه فضي بس ما بعرف حسيت الأبيض أحلب كتير من لون الفضي الفضي هيك عطت عتمة شوي بس الأبيض لا وسعت تعرفتوا فحبيت إن شاء الله هيك ما تطلع أنه مثل هديك الأول واحدة يعني جبتها فأنتو كمان كتبولي هيك زبطت طلعت حلوة على المطبخ ولا لا هون طلعت بقى خلصت أموري شفتوا وطلعت قالت لزوجي يأخذني على هذا المول مشان بدي شوف دور على سداجة لل هلا سداجة يعني ش سجادة مشان بس للبنات بدوز ما تفهموا علي لأنه إحنا عنا من إلا سداجة المهم المهم شفتوا أنا للصالون ما شتريت إنه سداجة وفيك ولا إنه خطرت شي لأنه كان وقتا صيف وقلت أنا ما بحب بحط شي بالصيف صراحة يعني أنا دايما لو عندي سداجة بشيله كله بإيمو بالصيف لأنه ما بحب بحط فقلت لأ إنه لازم بلش دور على وحدة لأنه الجو عنك يعني بلش بقى إنه يصير برد وأراضيين كتير كتير بردة فطلعت هذا المول وعم دور صراحة ملقت شي عجبني أبدا يعني ما بعرف ملقت طلب البدية فصورت لكون شوية ديكورات عن جد عندهم الديكورات بتشيل وشفت هدول الفوانيس الدهبية كتير حبيتهم من زمان كتير أنا بدي جيب فوانيس وما عم جيب ما بعرف ليش شي ما بلاقي بس هدول 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 أنا الدهبيات كتير حم حبهم ولم لقيتهم هون انصدمت كتير اتفاجأت فقالت ما بعرف إذا حسيت إنه لبعدين هيك إنه ممكن الغرفة بتحتاج هيك شي ممكن نجيب لبعدين يعني مو هلأ لأنه كتير حلوين فوانيس كتير بحبهم أنا بالغرفة بشكل عام بس إذا حيعملوا لي عجق أو ما رح جيبهم حشوف هون دخلت على المطبخ المستويات بعد ما طبعا تعشينا وجلت وهيك سبحان الله ما لازم ينضل المطبخ نضيف لازم قوم دائما أعمل شي فقررت أعمل سحلب صر لنا زمان كتير يعني إنه هيك موض بص صيف رفتوا موقع ما طيب السحلب بس بالشتوية هيك وقت الواحد كون الجو بارد هيك مش هيدفي حاله فوقت عنها كان في شويون تبرد حتى لو كان عندي أنا شوب برا بس بيتي بشكل عام بارد يعني وقت بلبس شتوي هيك أو يعني ببرد بلبس فقررت أعمل سحلب وآخ يا بنات قديش طلع طيب وقديش بيشهي بوقت لما بكون عن جد الجو بارد فعملت كاسة إلي وكاسة لزوجي العزيز وحتى تلك شوية شوكولات وهيك هنا فضيتهم بهاي الكاسة لأنه ما قدرت تصب من الطنجرة على الكاسة خفت أروغ الدنيا وأعب الدنيا طبعا وهيك بعد ما خلصت حدت للقرفة يعني سحلب بدون قرفة ما اسمه سحلب عن جد القرفة بتحسسك أنه فعلا هذا سحلب والله ولاحظت عن جد نحن السوريين بشكل عام حلوياتنا كلها كانت بهلابية رز بحليب والسحلب وهالقصص على صحلب مو بس السوريين بيعملوا بس ما بعرف يعني بشكل عام كلها حليب نشا سكر يعني هذا اللي بحطوله هذا اللي بحطوله الرز وهذا اللي بحطوله حبوب وما بعرف شو هيك حلوياتنا هيك عن جد بسيطة وطيبة ومغزية هيك بحسة هوني عم صوركم كماني تاني يوم رحنا وين رح نتعلم ملاهي زوجي قال ان احنا قاعدين بالبيت انه هو قاعد بالبيت انه تعوى اخدكون على الملاهي وحمودة منه بين بسيط وهيك فقلت له اوكي ماشي ريش لا وهنا دخلت حاولت قدر الامكان سأقول لكم الشغلات اللي هيك العاب اللي لعبناها وهيك جوا يعملوا مثل اجواء رعب وهيك صورت لكم اللعبة هيك مثل في مناظر بسي انه مثل اجواء رعوب وهيك بس انه الواحد يلعب ويحس باللعبة وهيك كم لعبة انه هيك فيهم هيك مناظر وكلها كانت هيك مثل قطارات وبتنزد والماء كتير حلوين هاي بشكل عام الملايق اسم سكايلين بارك موجودة بمنطقة ميونيغ كتير مروا علي نحنا تقريبا كل سنة مروا علي صار رحت علي ست سبع مرات بعيدة شوي ساعة عني تقريبا بس كتير حلوة عن جد هاي المدينة الملاهي فيه العاب خطيرة هيك مو خطيرة انه بس كتير قوية فيه العاب للولاد فيه اعداد فيه مناظر حلوة فيه اماكن ممكن تتصوروا فيه فيه مطاعم فيه كل شي كتير كتير كبيرة يعني بتكون تروحوا عليها تضلوا من الصباح للمساء هوني عم اقول هاي كيف كون طلع خيالي اي ف بتكون عن جد من الصبح للمساء تروحوا لحتى تخلصوا كل الالعاب يعني جد كتير كتير كبيرة وكل هاي كالعاب حلوة انا في هاي مثل مي على نمط المسيئة هيك بتشتغل عرفتوا هيك على العزف تبع المسيئة وهيك بتشتغل بتعطي مناظر بالمي كتير حلوة عن جد هيك المنظر المي بشكل عام كتير حلو اشتغل هاي اللعبة هي لعبة هيك الطابة بتطير بنات لفوق هوني كانت مخلصة بتطير لفوق كتير كتير عالية بيطلع فيها شخصين انا بزمانه طلعت فيها مرة كنت وقت مخطوبة وقت فعلا يعني طلعت على السماء وانزلت شاهدت وانزلت انا تقريبا مجربة كل الالعاب الخطيرة الهيك القوية يعني ما اي حدا بيقدر انو يطلع فيها فبس وقت طلعت فيها مرة وحدة بتكون تطلعوا كتير زحمة عليها وحتى انو يعني هي مو زحمة بس بتطول كتير لحتى الدور يطلع وينزل وهيك ويجهزوهم ويحزموهم لانو تلقا يعني فعليا تطلعوا عالسماء وتنزلوا ايه لا 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 عيفيني في عالم عن جد ما بتقدر انو هيك يعني تطلع على هيك ألعاب بتحسوا خلاص بالقلبة بوقف انا لكن اولي يعني عادي اطلع وهيك هلا عادي يعني بس ما كان معي حدا انو رفيقي يروح معي يعني احنا رحنا مع يعني عائلة منعرفون رحنا مع بعض عرفتوا هون رحنا طلعنا انا وزوجي بهاي اللعبة اللبتخوف يعني بحطو لكم أجواء وهيك عيوة هاتبي 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 ميران سلط ون مرحب سلطة مرحب لا 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 هذا هو ربس ليه مطارنة حمودة هفو ليه مطارنة حمودة ليه مطارنة حمودة هنا كما رأيته أنا كنت عن جد بس خائفة يطلع هكذا فجأة وشي شي وارتعب يعني مو أنه من المناظر هنا عملي مثل أجواء أنه هيك خوف وكذا وهاك مناظر يعني ما بيرعب هيك عادي بس أنه هيك بتحب وتشوفوا هيك أشياء أنه هيك شوفي جوا وهيك هون صورتلكم كمان كان في شلال ماي كتير حلو بجنن وتصورنا هوني كمان وتصورت كم صورة وتصورتلكم كمان شوية فيديوهات والماي كانت بردة مع أحلاها وكان كتير شوب بس لهون بناتكم وصلت معكم لنهاية الفيديو إن شاء الله يا رب تكونوا حبيت الفيديو وحبيتوا كل شي كم صورتلكم يا وانتظروني بفيديوهات جديدة ولا تنسوا تحطولي لايك والله بناتها اللايك ما وما صاري ليش هيك بخلاني أنتو أزعل منكم والله أزعل توحردت خلاص هداك نهار في بنوتك أتبتلي بالتعليقات عم تكتب عم تكتب إنو يا بنات ليش هيك ما عم تحطوا لايكات الفيديو كتير حلو والتصوير بيجنن شايفين شايفين في حدا عمي حاسبي تعبي المهم بنات شوفكم فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله وهلا بدي لكم سلام